مرحبا بكم في مواجه جديد من سبورميكس نجم التابعونا وإنما كنتوا في تونس في الكبرى من خلال الفريقنسة متاعنا 106.9 وتشاهدونا بالصوت والصورة في اللايف ستريمينك تلقى ونبدأ حاليا عقاية متاعنا في يوتيوب تشاهدونا وتتابعونا من طوى حتى نصف ونصف برشة مواضية في الحصة متاعنا اليوم والطبق الرئيسي بشكون المقابل الأولى اليوم لتراج غيري التونسي في تشامبيونز ليغ الأفريقية مع فريق جولي با المالي بش نعودو عليها وأيضا عديد المواضيع الأخرى في الحصة متاعنا اليوم بش نحكيه فيها مع الأستاذ كامل بن خليم مرحبا أستاذ أهلا وسهلا سلام مرحبا بيك مرحبا بالوخيان الحاضرين معنا وبالسيد المشاهدين شين الومور لبس وحمد الله بعد صهريت البارح لبس أيضا صديقنا من وكالة تونس فريق الأنباء حسن الغربي مرحبا حسن سبعة خير اسلام سبعة خير كل الخيان في الستوديو مرحبا بكل مستمعي ومشاهدي إذاعة نسكا فهم سعيد مرة أخرى بش كون معكم موجود هنا وإن شاء الله نقدموا الإضافة ونقدموا مادة رياضية موضوعية واحترافية أكيد ديما حاضر الإضافة سي حسن إن شاء الله سيمون جبراهين مرحبا مرحبا أخي اسلام وكما قال سي حسني ديما سعيدنا وبوجودي معاكم وإن شاء الله نعطيه الإضافة المستمعين ومتفرجين راديو ميسك كيف كالعادة وينما تكون فما كولا يحضر معنا صديقنا محل أداء مالك بالقاري مرحبا مالك أخي اسلام أنا فرحان برشة موجود في البلاتون معاكم وإن شاء الله نقدموا الإضافة مستمعي ومشادي راديو ميسك وبرنامج سونغان إن شاء الله اليوم برشة حاجات جديدة كالعادة بالنسبة لسيقون فيديو ولا الاستاتيستيك على طرحة جوليباء ولا ترجوة جوليباء أكيد حضرت أنا برشة حاجات وخاصة على جوليباء باش نعفق في شلعب الفريق هذا شكون أبرز لعبية شني أبرز نقاط قوت وضعف وطانتوناي ولوهم في الحس تيباعا خي أبدأ معك أنت سين مونجي نحو نعند الكلمة بصفة عام مع المباراة اليوم أول ماشي ترجي ثمانيام تعليل في الشامبيانز ليغي ترجي قاعد برشة صعوبات خي نقولوها في البطولة اليوم أول مقابلة في الشامبيانز ليغي كيف تشوف المواجهة هنا والصعوبات اللي صارت في الترجري دي تونسي ما فماشي استقرار معناها في المدربين شوفنا كاردوزو وتواجه المدرب الجديد أنا نقول اللي اليوم ذاك عليش الترجري دي تونسي حب معناها تأخير مباراة اتحاد بن جردان وهذه هي اتحاد بن جردان اللي قررت معناها مش على كماء كاتحاد بن جردان بلوتو على الملعب اللي يفتلعب فيه الترجري دي تونسي اللي تحبه لا تكره رأوا الملعب يكي تبدأ عنده مباراة مهمة في الشامبيانز ليغي وبشيل عفده بالدوري يبدأ يخمم أكثر على مباراة الشامبيانز ليغ أكثر من المباراة اتحاد بن جردان وفي نفس الوقت كان متخوف من الإصابات وكلامه كان صحيح لأنه شوفنا اللي تمام لعبية صارت له مشاء الله إصابات خفيفة لكن اليوم الكورة في ساقين الملعبية اليوم باش تلعب ضد جوليبا جوليبا تنجم تعملك دولان توكس في الربعة ساعة الأولى باش تحاول السوربران الاسبران سبورتيف دي تونسي ومباعت تنجم تلعب البلوك با لكن اليوم أنت والرسالة كيفاش تعدها رو أنا نقول اليوم كي تبدأ عندك جماهير أنت باش تعمل أجواء أنت باش تشجع موش جماهير باش تشجعك بنجس تكنيك تنجم تعطي صفة أخرى للمباراة اليوم اللي يلزم الملعبية خطر المساج نحبه لنا كروراه المساج متاع المدرب باش يتعدى مع الملعبية الترجلية التونسي اليوم هو يتكلم اللغة الإنجليزية باش تكون صعبة وصعبة جدا دونك أنا أنا جي هكي شفت أشياء هذه في برشا في رق إذا كان المدرب يجي جديد حتى باش يتفرش في المباراة وما فماش ريكسيون من جوارات في التيران سيكي يان بروبلم هذية يلزم الملعبية الكرة في سقي الملعبية علش خطر الكوميونيكاسيون تريز أمبورتان كانت تتفكروا يورغن كلاب مش يورغن كلاب يوكيم لوف يورغن كلاب بي بلوتو وقت لي مشال ليفربول مشا يقعد ستة شهر ويتعلم اللغة الإنجليزية غورديولا مشال أمريكا بشتعلم اللغة الألمانية خطر أمنيتو بشيوريك عليش خطر الكوميونيكاسيون كتبدا ديريكت الباس ميو بعجورات كثم مترجمة تسير وهذا اللي ما صارشو اليوم الكورة في سقي الملعبية اليوم الملعبية عندهم فرصة بشي فرحوا الجماهير متاحهم بشي فرحوا تونس لأن المباراة دي مايش بش تكون سهلة رهي مية وكانت تتفكر حكينا وقت لي قنا في البلاتو معاك خويا إسلام ولوخيان قلنا جد كنت أنا حبيت نحبو لنكرهو بن شريفية يوقت في التارجيري دي تونسي لأن l'ambiance du vestiaire il est très important وصار ترايح حتى مع الفرق الأخرى تم حارس مار ما رقم ثلاثة في الأولمبيك اليوني وقلوا يعودوا للكونترات وقالوا منستغرب قالوا من لا أنت عندك مهمة كبيرة برشا في الميدان وخرج الميدان مهمة للفريق لكن اليوم ما فماش اكسكيز اليوم عندك برانجيز تكنيك نجم تغير المباراة ككل واليوم بالليزاكسيون انديفيدوالي اللي تجم تصير بالرياكسيون هذيك وبالتشجيع متى الجمهور نجم التارجيري دي تونسي تحضر وتحاول تنجح في المباراة هذي ضد جولي بالمالي حذري رأي الكورة المالية قاعدة بريمان من أول البلدان في أوروبا اللي قاعدين يسوقوا في في إفريقيا يسوقوا في ملاعبية في أوروبا البرة دونك حذري لكن التارجيري اليوم بالجوار اللي ماهوش اليوم مايعتيش الأدان تاعوا في ضد أمام جماهير كبيرة برشا وأجواء وملعب منتاز حمد الله الأرضية باهية بشتخلي للملاعبية هذي موتيفاسيون سوبليمنتار لهم هما إن شاء الله حسني كيف كيف خاني أخذ فكرة من عندك على الماشطة بعض نغوصه أكثر في التفاصيل اليوم النجم نقوله جاي في وقت خائب الماشط للتارجي بما أنه مدرب جديد لعبك المقابلة واحدة ولا لا مازال بكري بشتعود على الفريق لي بالعكس شوف مقابلة اليوم تاع جولي باء أعتقد أن المقابلة التي ينتظرها جمهور التارجي ومسؤولي التارجي ولاعبي التارجي من مفروض عب بفارغ الصبر باعتبار أن هالمقابلة لازمها تكون يعني نقطة فارقة لردة فاعل اللاعبين بعد المستوى بصراحة الكارثي في بداية البطولة هذا الموسم جمهور التارجي يعني ينتظر هذه المقابلة بفارغ الصبر لأنه صبر متاعه بدا ينفذ شوية شوية باعتبار أنه التارجي غير متعود على هذه البداية المتواضعة في البطولة مباراة اليوم الجولي باء لا عذرة لللاعبين متاع التارجي ما عندهم حتى عذر سوى رد الفعل كل شيء متوفر أرضية الميدان 35 ألف متفرج جميع الظروف متوفرة من أجل أنه اللاعبين يشاهد جمهور التارجي ردة فعل يشاهد المتارج فيما روح فيما إرادة فيما عازمة بتاعم لعبية باش تربح المقابلة هذه باعتبار أنه الانتصار في المقابلة هذه قد يمثل نقطة تحول إيجابية للتارجي الذي تنسي في قادم الرهانات المتاعه سوى وطنيا أو قاريا وبالتالي أنا نعتقد أنه مش مسموح للاعبي تارجي اليوم للخطأ مش مسموح اليوم لعدم التركيز اليوم لابد من تركيز تام اليوم لابد من فما عازمة فما روح يحب يشوف جمهور التارجي تونسي على الأقل يبدأ يضمت جراحه متاع البداية المتواضع كما قدت للبطولة المقابلة لن تكون سهل وسنتقدم في ذلك في تحليلها ولكن على مستوى المبدأ العام التارجي اليوم غير مسموح له بالخطأ أستاذ كمان بن خليل اليوم بش تشهد عودة الكورفة سود لتارجي في تونسي بعض مقاطعة طويلة نجم يكون دافع أيضا للعبين سيغتان موهم معناتها موش ينجم بش يكون دافع للعبين وإن شاء الله ما يكون ضغط سلبي عليهم لأنه تعرف إذا كان بش تقدم المباراة ولا لا يقدر معناتها تبدأ الأمور مش كما يحبوا ينجم يكون ضغط لكن أعتقد أنو اليوم مبدئيا واللوجيك أنو بش يكون دافع معنا ويمهم للعبين باي في الأفناء لنصينا صنداج نحن على اللايف ستريمي كمتاعنا في الشانيل يوتوب سونغون شنو توقعاتكم من مقابلة اليوم هالفوز التراجي وإلا تعادل وإلا الهزيمة لقدر الله بتبيعه ممثل كورة القدم التونسي نحبو نعرف إراءكم وشنو توقعاتكم المواجهة مالك نحن رأيك أنت في المات من جهة التراجي في تونسي بالنسبة للتراجي يرى السيزان تبدأ اليوم يبدأ من الجمهور للسطاف تكنيك وصولنا الملاعب ما هو التي تعادل معناها ما هو ذلك تبدأ للسيزان بالحق الاسبرانس عنده تقاليد في الكوب دافريك بعد نحكيه على جوليبا الاسبرانس الكاركتير والشخصية بالتباع تبدأ بلا ترحت على الكوب دافريك وتنجم تنسى غلاتك الكل وترضي جمهورك أبارتير من ما تشمتع اليوم دونك ما تشمتع اليوم كما قلت أنت رجوع الجماعير التراجي بعد بتبعت نزيدو نحكيه فنيا وتكتيكيا على المقابلة لكن اليوم بالحق تبدأ السيزان الاسبرانس والكونسنتراسي التوتال ما يبدأ من الجمهور للسطاف للملعبية دونك هذه هي التحذيرات التراجي السنية معتها اليوم تبدأ السيزان تعالى السبرانس باي خلال لكم في الأثناء التشكيلة بنسبة كبيرة باش تكون هي موجودة اليوم متعترجي معناها قدام جوليبة من ميش في الكارج عليمين باش يكون بوشنيبة عليسار بنحميدة في اللاكس ثنائي حمزة جلاس ياسين مرياح أهولو كوناتي وكاريلك موجودة معاهم في حسين متقاء عليمين الجنوب أفريقي موكوانا عليسار يوسف البليلي وقلب الهجوم ورودريق ورودريق خليني اخو رايك حسني في تشكيل هذه والله هي منتظرة بالنظر إلى ما قالوا البارح في الندوة الصحفية باعتبار أنه مدرب التارجي وجه له سؤال حول أنه شنو أعمل بعض الأخطاء الكاريثية اللي صارت في الموقت بنقردين خاصة على مستوى رايد بوشنيبة والأداء المتواضعة من غادي بتاع محمد أمين بن حميد هو قال قال أنا منش شرطي بش نعاقب بالعكس أنا دوري لأني بش نطور المستوى ولكن شوف طور المستوى ولكن شوف اللي خنكون واضحين بعضنا هذا الكلم رأ وربما اللي واعي به جمهور التارجي ربما فم معبد يقولوه وصفحات يقولوه وصفحات ما يقولوه وهذا كلام وعين به مسؤولية التارجي ولكن واجب التحفظ وحماية فريق اللي ريناه خاصة على مستوى أن الملاحظات يتوى على مستوى بعض مع الأستاذ تحليل الأداء على مستوى الأظهرة وعلى مستوى وسط الميدان نقطة التحول الهجومي الإشكال اللي يريد جدية على كأس رابطة أفطال إفريقي ومبعد في شهر جوان اللي هو غدوة يمشي الكأس العالم خانت فعل معك حسني يبدو لي حط مسؤولين وعين بالشي الزي في الصيف كانوا تفاوضوا مع أكثر من اسم كما مثلا وجدي كشريدة وقال علي العابدي وما تمتش الصحقات لأسباب ودراجر كيف كيف تفاوضوا مع محمد دراجر معتها تقريبا فشلو معرف المفاوضة بشي يجيبوا أحد من الملعبين هذوم لكن أيضا في مركات وشتاء ينجم يكون فما تعزيزات في زوز مركز هذوم ما حكيت عليه اكزاكت شوف تول مسؤولية تاراج يعني بصرف النظر على المسائل المالية اليوم انت رك بش تكون عندك برشة فلوس داخل الجمعية انت اليوم مطالب انك تعمل انتدابات في مستوى انك ماشي كأس العالم انا لانو من صور بالظاهرين الحاليين تاراج انك تجم تقدم اداة مشرف او ينثقي الى مستنتظارات جمهور التاراج ان شاء الله يتطوروا ان شاء الله يعملوا ردة فاعل خاصة الظاهرين خاص مقابل الاخرانية بصراح كاتاستروفيك ورنا تصوير ورنا صور التلفزية حتى المدرب ريجي كام كيفاش عليه يعني علامات الاستغراب والبهتة والتعجب بالمعنى الوحد ليس على الظاهرين على الظاهرين وغير الظاهرين ما نجموش نقرأ وعلى شنو متعجب اليوم التاراج شوف انا يريد وانا نحكم كما بيظهر الاشياء انك عندك يقدموا اليوم يكذبوا الناس كل ويظهر بوجه ان شاء الله جديد على مستوى الخط الدفاع مرة اخرى يجب على المقابلة باعتبار ربارح مدرب جوليبا قال انتظر شوية ونشوف في التاراج شنو السخاتيجي متاعه اما ردوا بالنا من الاخطاء يرتكب في اخطاء دفاعية وفي اخطاء على مستوى حتى المجموعة ماغلام غير مقبولة هو شنو وشكال في التاراج اليوم اسلام بعد تسعة جولات في البطولة فما خلل في ملاعبية مشاء الله موجودين من الممون فنين وحتى مادين تكلفوا برشا والحصيلة صارحة سلبية جمهور التاراج اللي سنحال وشي قولك انا جايب ملاعبية من اعلى طراز ويخرص وكل شي مكش تطلعات مهور التاراج وطموحات كبيرة وبالتالي اللي ريناها كم اخطاء على مستوى الفردي او الجماعي مش ممكن انها تتواصل اذا كان انت عندك تموحات وهذا تلك عدد التاراج انو راهن على لقب القاري بش نكمل في التشكيلة واني نخلي المجال للوخيان اللي ريت وزاد وقلقني في المقابلة انا كملاحظ في مباراة بن جردان على مستوى التحليل مالك سمحي مالك هو الثقل الرهيب على مستوى للتحول من الدفاع الهجوم خاصة في البوست متاح وصيامة قاء ثقل رهيب مش ممكن انت اليوم تلعب مع جوليبا ناحي البطولة مع جوليبا ومع بيراميدز وغيره انك انت تجي كورة على مستوى المنطقة هذيك في السنيدان لما تكون الكورة تمر إلى السرعة القصوى يكون كثقل هذاك حتى الدفاع لا يستنى لك وبالتالي هذو من النقطين بارزين على مستوى الخط الخلفي والأظهرة خاصة رهو الأظهرة عليش قلت ان عملت خط الكورة العصرية والوخيان معاي ربما ماشتروني في الرأي رهو ترتكز على الأظهرة رهو في المقابل تخرمت التارج على مستوى الأظهرة هذا يضع الفتح نجيو الأخطاء الدفاعية الفتحة كما الاخرانية متاع يالسين مريح ونجدوه الثقل على مستوى التحول الدفاعي للهجوم هذا كل جي يعطينا المستوى اللي ريناه اللي هو مستوى إلى حد الآن في البطولة متواضع ولا يرتقي إلى مستوى انتظارات التارج وإن شاء الله عليش قلتنا بالبداية كل مشاكل ترجي خاصة لخاصها حسني باش ما نقولش الكل أغلبها في الظاهرين هو رو الكورة الجو كولكتيف الظاهرين اليوم دي جور الأنمان والله الملاعبية هذو ما هما اللي بوك إميسير متاع الفريق التارج ريّة التونسي والأغلاط اللي قاد ساير رأي هو ساين كولكتيف التارج ريّة التونسي لتنسي بوشنيبة اليوم دي جور الأنمان ولا معاش ملاعبي معنى يوجد يوجد un problema انترن كولكتيف بالأغلاط و بالكوفيرتور بن حميدة مين بن حميدة في ان دميل ديزويت شامبينة دي مون دي كلاب في قطر من حسن الملاعبية كان موجود بن حميدة اليوم رأو انتي اليوم تريبوتير دي ديو اللي موجودين في الزون متاعك اليوم أنا جو بان حميدة باشي عمله الكوفيرتور اللي بليلي إذا كان يطلع بن حميدة باشك بليلي سباسا فرس ونفو فيزيك باشي عندو الكفاءات باشي نجم يعمل الكوفيرتور و اليوم لجو الاترال هذا يقلق تاراجرية تونسي يقلق الدفاع تونسي الفريق تاراجرية تونسي لكن اليوم رأو الكملمنتاريتي الموجودة والأجواء اللي موجودة في الفريق كوفيرتور يسين مريح زادة كيف كيف أنا سميتو مقوير متع تونس ويسين مريح ملعبي مدفع ممتاز يتكن يخمم اللي هو مدفع ميزموش يخمم بشيخ اكل ريسك وشكول ليعطي للكonfiance للغاردين دبوت مميش اللي هو سينجين غاردين ملغري للابريزنس ده غاردين نمير نتالي كيف نسي كان موجود تحبو تكر حتى في العالم تبدأ متخوف من الأغلاط ديجور ولان ما سيتي بلا فيفا كومان غاردين مستقبل كبير برشا عنده ديجور ولان ما ولا يعمل في أغلاط بالطريقة هذيك لكن اليوم راو انتي تكمل الهجمة راو النس كل كونسيرني تكمل الهجمة عندك الوقت باش الدفاع متاع ترجير ريدي تونسي ثم الريبلاس ماندفاسيف معاش تصير لغلاط حاجة اخرى وقلنا اخر مرة على كشريدة واجدي كشريدة في الكيب ناسيونال قلنا اللي علي العبدي بشيحمل مباراة كبيرة بشيطلع واجدي كشريدة ما مش بشيطلع بالكل قبل المباراة صحيح على الاخو يا اسلام وما طلعش عليش لاني اني تبا بري جيب جور ممش ممش يانس 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 سانتر اللي تريبيتر بالفورم تايانساس لسوتين هذك الموجود والانيماشي اوفنسيف انتي تشوف الظروف الصعبة تلقى بليلي بار اكزمبل ولا ينساس ولا رودريقز اللي سجل لك الهدف لكن اليوم راوسيان كولكتيف انتي والرسالة اللي ترجم تعدها اليوم الرسالة في ترجمة بين المدرب وترجمة بين المدربين تزوس ماش قاعدة تتعدى تحب ولا تكره لانا قاعدين نشوفه في اداة بتاع الترجمة التونسي ما هوش في مصلحة الترجمة الجمهور موجود ويزينا من اللي اكسكيز الجمهور يجتمنا وجمه انتي تلعب ساعة ونص ساعة ونص ثلاثين دقيقة ولا ربعين دقيقة في مباراة وبعد تروح لدارك مرتاح ويعلم ربي الناس ادوكم كيفاش يجيوا ثم الناس جي على سقها باش تتفرج مباراة في الترجمة تونسي باش حب يفرح باش يحب يشيخ في كمباراة وانتي عندك لا الشانس باش الملاعبية الجمهور هذك يفرح بلس اكسيان بتاعك راو سترو فاسي لدير جمهور الشجانة جمهور مالجا يعمل جايش رفيقاوة جايش يشاجع كوة اما يلزم يبقى الزنگريديون متعجوريات اللي يعرفوا كيفاش جمهور انتي عمل اكسيان ضد جولي باليوم في الليل اين پرمير اكسيان خارقلاد توا تشوف الأجواء وتفكرني اللي ترجمة تونسي إذا كان يعرف كيفاش يدخل في المباراة واتنسيان وجولاتيران واتنسيان على حاجة اخرى كيت تلعب كونستاما الكور العالي التويلة هذيكا ركبش تسهل الأمور متاع الدفاع المنفس اللي نسي تري فاسي لباش باركنتري ذي كان تلعب انجو كوليكتيف هي سياليماج دولانترونير كيفاشي راو سترو فاسي الليوم باش تعرف الطريقة اللي باش تلعب بها ترجي يلزمها تلعب على الطريقة بتاع نقطة القوة متاعها مش على نقطة القوة متاع فريق الجليب بارش انتقادات سي كاميل بن حميدة وخاصة لنا بوشنيب كيفاش يتعامل لازم مدرب من جانب النفسي لللاعب نظوم المدرب نابالو شواء ما عندوش البديل وما عندوش لاعبين ينجم يحطهم في بلاست سيد جور لا لذا اطماتكم ما عندها سيور لقم مرال يدوال يدوالي ستوانير مانتان تصور هذا هو دورو ما عندها بشي يحكي معاهم يقولوا ما عنده اثيقافيكم ما تسمون شكلهم وراكمتنا جمو تعتيو اللي بلوس دونك هو الهنا قدرتوا على الإقناع امي سورتو للاعبين امي سورتو للاعبين لازم مدرب المتاعلم لعبين ازك بشي قبلوا دي سورة ذكا و بشي استعبوه ولا اتريد دسير بلوكاج عندهم سي امي دفصيل دونك المدرب ما عندهو شواء ما عندهو شواء الا بشي عمل عليهم ويدعمهم بلاي اسلام حاجة نقول بارك سرحكينا توا على حالينا موضوع الظاهرين اي تو اذا كان انتي بوشنيبة يمر بفترة مثلا ماهيش ولابد ولا بنحميده ملا انتوا الاخي الاحتياطين اللي عندك بنك البودالي يكمبري عليمين محمد بن علي و الا اللي انتي انتدبته ايمن بن محمد كان حاضر بارح فندا الصحفية هو الانتدابات متاع التلجي في الصيف نقطة استفهم حسني تقريبا اغلبها بخلاف يوسف البليلي اغلبها على دكة البودالي و لاعبين احتياطيين بون طاوة بدا يلعب حمزة جلاسي حمزة جلاسي يلعب طاوة مكوناه اليوم اساسي ولو انه في العادة بديل معناها لكن اغلبهم معناتها بودالي الملاعبية دي جوا في الصيف معناها الهناس سؤال هل انتي تتن تدب ملاعبية باش يكونوا جاهزين ويحضروا فريق الشامبينز ليج وكاس العالم مؤلم لعبية باش يصيروا ببنك البودالي الهناس سؤال كيف كيف ديجا اي اول سيناتور صارت في الصيف خبل ما يبدل تبدل انتي دابات زاد معتها بن علي وبوشنيبة زادوا في الكنتران الهناس تتوجه بين تعالى اسبيرانس رغم اللي برشا يقولوا معتها فاما كونتاكت مع برشا رياريت نحكي وزاد على ريار جوش راو كيدي تشوف في الافريق ما فاماش كاليتي كبير مش اي ملاعب يتجم تنتدبو بشو بشي المونديال ويلعب بشامبيونز ليج ويلعب في نيفو عالي تعرف السنين الاخرانية الاسبيرانس تلعب كاردو فينال دومي فينال فينال وديما تلعب معتها مات شويت في نيفو عالي برشا مش اي ملاعب ينجم يكون معتها في القيمة قيمة الحدث كما قولوا نحنا ديجا نشوفوا مثلا نمشيوا لأظهر اللي صار ايش فاما اظهر يصار فاما معلول اللي عطي طالع ووحمد فتوح الزمالك دونك اذو ما او اللي عطي شفا ما مفاما شو ما خير بالنسبة لالرير درواء اللي عطي طالع بكرم توفيق هاني مضروب الشيبي بتاع پيراميدز دونك لانا ما دي بام بتاع سانداونز وما دو بتاع سانداونز لالرير جوش دونك لانا لالريرات تبينين ما تتحسب على عدد السوابع كما قلوا نحنا بش تدخل في الانتدابات من افريقيا مني مشي تجيب مني الله واعلم لكلو باك اريار جوش تيني المالكة رو جوست بسن جوست دي سقون انحب نفهم المبدأ العام تاع المدر في جمعية كبيرة اللي غلط مش ضروري من واجبه انو اللاعب يرتاح ويخلي مكان البادي رتاح من عرش لي ينلموذها في تونس ولا لات لا ملاعب يغلط والله انا بادي بات فيها ربا ملاعب يغلط لا يزمني نلعبه بش نيدنا من نحميه لا ولا ولا يزيد حكيمة نجيب بن علي حاضر مفهم حتى لاعب بقى نتصور بلا سمحني تقولي بن علي حاضر بن علي من وقتاش لا من وقتاش بن علي موجود من السيف مش حاضر بن علي علي مش حاضر سبب بشكون هذي كامور شنو مش حاضر ما فهمتك شنو مش حاضر كالشي حاضر رو يلعب حاضر ما بي شي بن علي حاضر ما عندوش يساب وبن محمد كيف كيف بن محمد تقولي بو يرجع ما يذي مش لأخرا ما عروف مقبل فيش نعرفوه لا حاجه في البربارسيون يجب كل عندو بلسيور صغيرة يجب كوفها هذي ما تماش في الديكلاراسيون طوال في البلسيور كان عندو بلسيور ما يقضوش على البنك في البيرو فلا البيرو يدكلاري لا في تونس عادة تقع على البنك وهم يجبش على البنك هذا حاجة ثنين مانيش موافقك برشا في انهم الأظهر معاش موجودين ولا ورار موش عذر على خطر طوانتي جبت على كلوب أفريكال كامروني شكون كان يعرفو شكون كان يعرفو ما يعرفو حد مع انت لو سكتوشيخ شتو تغوف هذي تقميرة اسمها لا مش تقميرة لا لا جاء ناس كل هو جاء ما غير حس جاء الله جاء خنعتيك أنا عندي المعلوم مانيش تقميرة طفول اللي تبعوا فيها عندهم مدة ثمعينين تبع المدرب يعرفو بيتوني وكي جاء خن كمال سكاوتين قراءوا موجود لك الناس ينجح ما ينجحش هذي كم ربوطة سبحان الله هكاك رونالدو ما ينجحش هكاك أخص دخلنا لهنا في عالم الغيب إذا كانت تقول ينجح ولا ما ينجحش سلطول أفريقي معالتها ينجم هو برشا ملعبا يزدفولها دونك لزرير لاتيرو وان بلوس شني هالبطولة اللي عنا نحنا باش نحتاجوا شسموا احنا منيش عارف هنا ايه تراجع تلعب شامبيونز ليگ وتلعب تلعب تلعب في كسر العالم من أندي حتى تشامبيونز ليگ مكش محتاج الكفو ايه هو بنسبة تينيس حيح نجح في النادي الافريقي اما وبنعلي في النبو العالي يمشي مليح ولا يمشيش شوف ثم حاجة قدامها باند انتروغاسيون خويا اسلام رأو ثم حاجة مهم برابا ثم حاجة رأي مهمة برشا لليوم كيفاش تعدي الرسالة لجوارات متاعك كما قال خويا حسني كمان موتيفة لجوار لا وكيفاش وقتاش تنجم ترتحه وقتاش تنجم تتعامل عليه هذي ميش موجودة حاجة اخرى انا نسمع توا في الكونفيرانس دو بريس جيب ايمن بالمحمد شليه ايمن بالمحمد وقت يقول لك انا عندي معاه لبليلي ايمن بالمحمد كبيرة برشا لتساعد لجوار متاع الاسبرانس وقت لي اندي كايمن بالمحمد تلعب في الترجل هذي تونس وغراس الترجل هذي تونس يتلعب في الفريق الوطني التونس تخير تلعب تلعب وخذاء اسم وتتلعر حتى في الفريق الوطني التونس ايش تحب تقول ما فهمتك تخير ترجع للدوري الفرنسي لعافر ان دوزم ديفيزيان تخسر مكانتك في الفريق الوطني التونس وبعش نوالي سار رجع لترجل التونس اما ما رجعش من الباب الكبير اليوم انا نقول بن حميدة خير من ايمن بن محمد لكن اليوم بن حميدة سيسويفان هو رائد بوشنيبة يهديكم ربي ان دوا لزي توليزي نعرف كوش نحكيو معهم ان ان ديفيدويل جو دي بيان ان ديفيدويل انتي والكوتش اما الكوتش بتجيب له مترجم ثم كلام بتاتر موفم حاجات اخرى زادها في الكورة طوال الناس الكور راو بن حميدة من هنا من البلاتو ولا من اي بلاسة في تونس الراو اللي بن حميدة بن محمد الراو في خير منه بحكم نرجعوا لإستوريك تعالفين وثمولتاش والراو في بن علي خير منه لكن كي نحنا الكلنا شفنا اللي هوم خير اسكو هوم علش ما شافوش لا والمدربين فما برش مدربين تعاقبوا لحظة مالك فما برش مدربين تعاقبوا كما مج عادي وانتي جاي الكل هم يلعبوا في بوشنيبة بن محمد في الاغلب يعني بوهم فما شكون معلول ذهلي لعب شوية ماتش ماتش ولا حاجة هكا لكن الاغلب خيالاتهم بن حميدة كانت الفريق يشبه للمدرب انتي والطريقة اللي تحكي معها انتي والطريقة والرسالة اللي تعديها للملاعبية دان جوار مويان تنجم ترد دان جوار اكستراردينار من كل النواحي ثم جوارات ما تنجم تحكي معاهم كولكتيف موقد دان جوارات الكل يجب ان تعيطلو للبيت انتاك يتبدأ انستاج ولا البيرو متاك باش تحكي معا وتفكرني اشنو اللي تنجم تعمل اما اليوم كي نحملوا المسؤولية على ان سول جوار ولا دو جوار بور سور ان كولكتيف معناه نغطيو الاشياء اللي قاعدة صاير البروغرسيون تحت ترجلية تونسي التوى اللي قاعد صاير في الترجلية تونسي سيد دماج الانفستيسمان تحت حمدي والجوارات الكل اللي قاعدين موجودين انا نحكي توقيت جي تشوف انت اليوم لكلوب افريكان معناه جوارات اللي قاعدين علاش لان المدرب ومدرب يعرف كيفش يتصرف مع المجموعة انا قلت كلمة مرة زمزمي وصرارف مع بعضهم سي كازي ما امبوسيبل هاو كاعد معناه يلقى في حلول وتشوف اليوم زمزمي تبرك الله تشوف كابيتان دي كيب تشوف الصرارف يسجلك هدف عالمي تشوف للاتيرالجوش كيفش قاعد يعمل خلينا في الترجل سي جي سي جي سي جي على الكميونيكاسي ما نحكيش على الطوع على الكليب تنا حكيهم بعد اما نحكيلك على المانيار كيفش تعدي الرسالة اليوم مالورزمان مالورزمان ثم برشا مدرمين ما يعرفوش يعديوا الرسالة حسنو جو نشكر بربي بشي سرسويلا من المسيار حتى للوخيان الكل ومسلمون نجي وجمع لاخي اليوم نجموا نستناو حتى مالك تاجم ما جاوبني عليه من باب التكنيسيان نجموا نستناو اللمسة متاع المدرب الجديد التاراجي هاوليش كالوين مالكش التاراجي كله كان يعيني عليك لا لا يجم يكون التاراجي يقول لك مدرب التاراجي الروماني يقول لك أنا أخي ما زلت فيه تار الاستمرارية ونسمع في اسكندر القصري الشي قولي وقال لك أنا قاعد نطبق في قناعات اسكندر القصري باحتبار ما زلت ما تخدش في الجو في الاسبرانس وقتاش يولي الترونير هو سوال الانترونير الجديد لا يجم يكون أنا نحب الرائل اللمسة متوعه والبصمة متوعه في الفريق لأنه لنه المرة هذه مرينة استمرارية حتى مقبن قاعد ما زالي شخص ربما وصلت وعطفة شخص البارح قالت ما ما زلت ما نعرف حد شي ها سكوبش نزيد من العبية ما نزيد سمحني هيد كوتش هيد كوتش واسكندر كوتش سمحني بيكنباور عنده إكسبرينس كيفش يعدي الرسالة حطوه من نفسه كترينديس في الكوب دي موند في أمريكا ملقاوش انترونير قالوا حطوا بيكنباور هزبه الكوب دي موند و أول مرة يراني واخر مرة يراني الانترونير تعد دنمارك وقت عملت الشامبيونة دوروب دي ناسيان ناس في جربة تحاوس أنا ما فهمتش الرسالة انت ما هو الرسالة ما ما يستحق لا يستحق وقت يعطيك الصحة على فوتبول رأوا انت واللي تدي سبريم بتاعك كيفش تعدي الكوميونيكاسيان ما هو مجرم ما يستحق وقت بش يطبق أفكار وخذ دوع من العباية باللي موجود اليوم سمعني بيتوني اخذاء وقت وبيتوني هوك بشوية بشوية الناس لهم تعليم اللول على التغييرات اللي تتعمل أنا نعرف عليش عندك وقت اللي صرت التغييرات في مجاز الباب في تيران سنتيتي كي مراكاكا تيوى بشوى دو جوار combattants معندوش إكسبرانس وكاردوز عمل préparation في حمم برقبو معملش على أغلى جوار مشكلة ترجير المشكلة لكوليو بالنيفون تالما تشوية أميكو نيفو عالي ستيف ويديد الإسبرانس يلعبو نيفو تايح شوية مرجع تبار تأثر غالطت شكونا غالطت الإدارة غالطت المدرب هو يختل ما تشويت وش دخل الإدارة لا لا يديك ربي واضح نمشي وفاصل قصير وبعض نكمل ووقيت الفقرات متحصدنا اليوم